بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الخامس من الدرس الرابع في الوحدة الثانية ومعنا هذا النظام الخطي الذي نود أن نحله بطريقتين معكوس المصفوفة وطريقة كريمر هذا النظام الخطي يمكن كتابته على الشكل المصفوفي كما يلي وهنا مصفوفة المعاملات A7 سالب 2 ثلاثة واحد في البداية نقوم بحساب محدد المصفوفة A مصفوفة المعاملات فإذا كانت تساوي سفرا فهذا النظام ليس له حل القطر الرئيسي 7 في 1 بسبعة ناقص سالب 2 في سلاسة بسالب 6 7 زائد 6 يساوي 13 إذن هذا النظام له حل بطريقتين معكوس المصفوفة وطريقة كريمر معكوس المصفوفة نأتي بها كما أخذنا في الصيغة هي واحدة على محدد المصفوفة أي واحدة على 13 ثم نبدل عناصر القطر الرئيسي 1 مكان 7 ونغير عناصر القطر غير الرئيسي فتكون 2 موجب و3 بي السالب الآن نعلم أن حل النظام إكس يساوي A مينس 1 بي أي يساوي A مينس 1 حصلنا عليه في الخطوة السابقة واحد اثنين سالب ثلاثة سبعة وبي ثلاثة خمسة الآن نقوم بضرب الصف الأول في العمود الأول ثلاثة زائد عشرة وهنا سالب تسعة زائد خمسة وثلاثين تساوي واحد على تلات عشر هنا تلات عشر وهنا ستة وعشرين لو قسمنا على تلات عشر لكان الناتج واحد اثنان أي أن نحل هذا النظام الخطي هو أن إكس واحد تساوي واحد وإكس اثنين تساوي اثنين والآن ما حل هذه المسألة بطريقة كريمر حسبنا من قبل محدد مصفوفة المعاملات A وكان النتج يساوي 13 الآن نحسب قيمة المحدد A واحد وهو نفس محدد مصفوفة المعاملات ولكن بالسبدال العمود الأول بالنتائج الثابتة ثلاثة وخمسة هكذا والباقي من مصفوفة المعاملات يساوي ثلاثة سالب سالب عشرة أي يساوي 13 ومحدد A2 وهو نفس مصفوفة المعاملات ولكن استبدال العمود الثاني بمصفوفة النواتج ثلاثة وخمسة فيكون الناتج خمسة وثلاثين ناقص تسعة يساوي ستة وعشرين الحل بسيغة كريمر أن X1 يساوي قيمة المحدد A واحد على قيمة المحدد A 13 على 13 فيها الواحد وX2 يساوي قيمة المحدد A2 على المحدد A تساوي 26 على 13 يساوي 2 وهو نفس الحل السابق اشتركوا في القناة شكرا